بعد أن ركبت على أمواج التغيير وقتفت ثمار ثورة اليسمين وترجمتها إلى مناصب ومكاسب وتحالفات مصلحية أخيرها تحالفها مع قلب تونس ونبيل القروي فالثورة التي استبشر بها التونسيين خيرا ومنوا أنفسهم بالتنمية والرقي والتشغيل أصبح فيها محمد الغرياني الأمين العام للتجمع المنحل مستشار لزعيم حركة النهضة ومهر مذيوب الذي تغنى بخصال الاستفيدة والصبة هو الناتق الرسمي باسمه وأصوة بتقاليد حركة النهضة في الركوب على الحدث وركوب الأمواج ومع غياب أي منجز فعلي للحركة 13 سنوات تبشر حركة النهضة وأذروحها الإعلامية التونسيين بعودة المكي على رأس وزارة الصحة وتصوره كأنه مهدي هذا الزمان الذي سينشر الأرض عدلا وإحسانا بعدما ملئت ظلما وجورا والنجاح النسبي للمكي في التعامل مع الموجة الأولى من جائحة كورونا جاء نتيجة لتوجه حكومة الفخفاخ للتعامل مع الفيروس كأولوية والابتعاد عن المناكفات السياسية لكن حركة النهضة بخياراتها قررت الإطاحة بحكومة الفخفاخ لحسابات سياسية ضيقة وإدخال البلاد من جديد في موجة من المناكفات والصيرعات البيزنطية فبعد التضامن الشعبي والانتقادات إلى الطبقة السياسية والمطالبة بالكف عن الصيرعات النخبوية والصيرعات السياسوية والالتفات إلى الأموات في الشوارع والتضامن من المجتمع المدني والمواطنين في داخل الوطن وخارجه وتوفير المعدات الطبية من ألات أكسجين والسرة عكس رئيس الجمهورية قيس سعيد الهجوم وقام في ظرف أيام قليلة بعدة اتصالات ماراتونية مع رؤساء الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة تونس في هذه المحنة الصحية الأليمة فلبوا نداء سريعا تباعا وخاصة الجزائر الشقيقة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا وفرنسا وجمهورية الصين الشعبية فقد وعدت المملكة السعودية بتوفير مليون جرعة لقاح للتونسيين كما وعدت فرنسا بتوفير 800 ألف جرعة لقاح وقدمت الإمارات 500 ألف جرعة لقاح في حين أرسلت مصر وتركيا وقطر طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية وجرعات لقاح وأسرة كما الجزائر الشقيقة وبأمر من الرئيس عبد المجيد تبون فقد توجه وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد إلى تونس في إطار التعاون الثنائي الجزائر التونسي مجسدا في أسمى معاني التضامن مع دول الجيوار خصوصا في ذل الأزمة الوبائية التي تشهدها تونس كما تم إرسال طائرتين تحتوي على هيبة تضامنية تتمثل في قرابة 20 طن من معدات طبية وأدوية ومستلزمات وقائية و250 ألف جرعة من اللقاح المذاد لكوفيد ديزناف فبعد ضغط المواطنين وصيحات الفزع والمطالبة بجلب الطلاقيح ووصولنا إلى حد التسول وطلب الاستغاثة من الخارج وتحرك الدول الشقيقة والصديقة لنجدتنا فعودة المكي وتبشير حركة النهضة بعودة هذا المنقذ والمخلص الجديد ليست إلا محاولة للركوب على الحدث وترجمة أي حدث يحصل في الساحة السياسية وتبنيه كمنجز للحركة التي عجزت عن تقديم أي إنجاز 13 سنوات فمع احتراماتنا يأسي المكي فحركتك هي المتسببة في الوضع المتردي لتعيش البلاد وهي المتشبثة بحكومة الفشل وهشام المشيشي بل وترغب في التجديد له تحت مسمى الحكومة السياسية وفتح جولة جديدة من المحاصصة والمساومة وتقسيم الكعكة فيما بينهم وفي خبر عاجل ورد اليوم إصابة رئيس البرلمان رشد الغنوشي بفيروس كورونا حيث نشرت صفحة رسمية لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة بلغ إعلامي تؤكد فيه إصابة رئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراءه لتحليل كورونا سريع مساء يوم الثلاثاء وحسب نص البلغ سيواصل رئيس المجلس القيام بأعمالها عن بعد وفق الإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كيفة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي تمنيتنا العاجلة بالشفاء السريع لكل المصابين وإن شاء الله زعيم حركة النهضة يفيق من غفوة وسكرة السلطة وينكب على خدمة مصالح البلاد ويتجنب صراع المحاور والصراعات الإديولوجية وأحقاد السبعينات ويحاول رأب الصادع والتقديم منجز حقيقي للشعب اللي يموت كل يوم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا تحية تونس أخبار سياسة تقنية محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية عالم أميرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أحب تونسة تقنية محتوى أنها ت Luxيشة